بعد التراجع الكبير الذي سجلته العملة المحلية الجزائرية على مدار سنوات عديدة تعود مؤشرات إيجابية لارتفاع قيمة الدينار الجزائري هو تراجع نسبة التضخم مع نهاية 2022 وبحسب تقرير لوكالة التصنيف الإئتمان الأمريكية فإن دعم الدينار المتوقع قد يرتفع في حدود الـ 2.5% مع نهاية هذا العام ما سيخفض من مستويات التضخم من 11% إلى 8% مشروع التحول الاقتصادي في الجزائر والهدف منه هو تنويع الاقتصاد مما سيجعل فيه قيمة مضافة تخلق وهنا أيضا ستكون آلية لإعادة قيمة الدينار من خلال الرفع من الانتاج الاقتصاد الجزائري سيعرف انتعاشا متوقعا مع ارتفاع أسعار النفط العالمية متجاوزة مستويات المائة دولار للبرميل في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية واستعادة الجزائر مكانتها في الواجهة الاقتصادية مشروع التحول الاقتصادي في الجزائر والهدف منه هو تنويع الاقتصاد مما سيجعل فيه قيمة مضافة تخلق وهنا أيضا ستكون آلية لإعادة قيمة الدينار من خلال الرفع من الانتاج مع تزايد ارتفاع أسعار سوق النفط العالمية وتزاحم المفاوضات الأوروبية على الغاز الجزائري خصوصا في ظل السياسة الاقتصادية الناجعة يبقى أمام الجزائر رهان دعم العملة المحلية الدينار وكبح التضخم ترجمة نانسي قنقر